موسيقى السلام عليكم مشاهدي تلفزيون السنة الكرام عنوان الفيديو اليوم صيام الاطفال في رمضان مع حلول شهر رمضان الكريم ومع التحضيرات اليومية للمأكولات الشهية والجلسات العائلة علينا التفكير مليا في موضوع صيام الاطفال الكثير من الاطفال يرغبون في صيام رمضان مثل الكبار لكن السؤال هنا هل يمكن للاطفال ان يصوم لا شك في ان القرار بالسماح بصيام الاطفال يلقي بمسؤولية كبيرة على الاهل هل من الممكن ان يصوم طفلي يعتمد موضوع صيام الطفل بشكل اساسي على عدة عوامل اهمها سن الطفل وحالته الصحية والنفسية لذلك ينصح باستشارة طبيب الاطفال الذي باستطاعته تحديد امكانية صيام الاطفال ام لا عموما لا ينصح بصيام الاطفال خاصة صغار السن اذ ان الامر قد يؤثر على نموهم اي وزنهم وطولهم لذا ينصح بان يبدأ الطفل بالصيام بعد بلوغ عشر سنوات مع مراعاة تدابير خاصة حالات لا ينصح فيها بصيام الطفل هناك حالات ليس من المحبذ فيها صيام الاطفال وخاصة اذا كان يعاني من بعض المشاكل الصحية مثل فقر الدم ومرض سكري الاطفال والوزن المنخفض مع فقدان الشهية قواعد مهمة اثناء صيام الاطفال اما في حالة صيام الاطفال فمن المهم ان يتم الصيام بشكل تدريجي فالطفل حتى سن عشر سنوات لا ينصح بان يصوم طيلة شهر رمضان بل ينصح بتحديد ايام الصوم مثلا صيام اول يوم من شهر رمضان واخر يوم منه فقط الامتناع عن الطعام فقط والاستمرار بشرب الماء او تحديد ساعات الصوم خلال النهار مثلا من الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر كيف يمكن للطفل صوم شهر رمضان من المهم تحقيق النصائح التالية عند صيام الطفل واحد نظام غذائي متوازن يجب اتباع نظام غذائي متوازن خلال شهر رمضان بحيث يضمن تناول الطفل جميع الانواع الغذائية والعناصر الغذائية الاساسية الضرورية لنموه اي من الضروري الاهتمام بان يشمل نظامه الغذائي المعادن والفيتامينات المختلفة مثل فيتامين باء ستة الحديد الكاسيوم الحديد الزن المغنيزيوم والبوتاسيوم من الضروري ان يحصل على السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمه بحيث لا يكون الصيام رمضان سببا لنقص في الطاقة الاساسية للطفل اثنان كمية كافية من السوائل الصحية علينا هنا الاهتمام بالامور التالية توفير الكمية اللازمة من السوائل بعد ساعات الصيام للطفل لمنع الجفاف او الانساك او الالتهدات البولية وغيرها ينصح بشرب الماء والتقليل من العصائر المصنعة لكونها غنية بالسكر استبدال العصائر المصنعة لفترات متباعدة بالعصائر الطبيعية مثل البرتقال والجزر نظرا لكونها غنية بالفيتامينات والمعادن المختلفة ثلاثة مراقبة الطفل باستمرار في حالة صيام الاطفال يطلب من الاهل الانتباه اليهم فان شعر الطفل بالتعب او لم يستطع تحمل الصوم يجب التوقف عنه والافطار فورا النظام الغذائي للاطفال خلال صيام رمضان على الاهل الاهتمام بالنظام الغذائي للطفل الصائم من حيث ترتيب الوجبات والتنويع في الاغذية المفيدة واحد وجبة الافطار من المهم عدم التأخير في وجبة الافطار التي يفضل ان تشمل حبتين من التمر او كأسا من العصير فالتمر او كأس العصير غنيان بالمعادن والفيتامينات والالياف وسكر الفاكهة اي الطاقة السريعة لتعويض النقص الحاصل خلال الصيام الشربة الخضروات العدس الفريكة وغيرها لتعويض السوائل المفقودة وينصح بتحضير الشربة من الخضار الطازجة بدون مسحيقة شربة الغنية بالملح والتي تزيد العطش الخضروات لها اهمية كبرى على مائدة الافطار بجميع اشكال تحضيرها سواء مطبوخة او طازجة كالسلطة لانها غنية بالماء والفيتامينات مما يساعد على الشبع ما يميز مائدة رمضان هو تنوع الاطعمة والمقبلات من المعجنات او المقالي وينصح بتحديد هذه المقبلات وتقديمها مرة واحدة او مرتين فقط في الاسبوع ينصح بوجود طبق رئيسي واحد فقط ويحتوي على نوع من مجموعة البروتينات كاللحوم بانواعها المختلفة وكذلك على النشويات كالارس البطاطا او المعكرونة بالنسبة للحلويات الغنية بالدهون والسكريات فيفضل تحديد استهلاكها والتقليل من تقديمها للطفل وتفضيل الفواكه او الارز بالحليب لانه غني بالكالسيوم الضروري لنمو العظام اثنان شرطة وجبة الصحور للصحور اهمية كبيرة وخاصة في صيام الاطفال وينصح بتأخير هذه الوجبة قدر الامكان لكي تكون قريبة من موعد بدء الصوم وتكمن اهميتها في منح الطفل الطاقة اللازمة لمساعدته على تحمل الصوم ينصح بان تشمل وجبة الصحور جميع مجموعات الغذاء وبشكل خاص عنصر الكاسيوم المتوفر في منتجات الحليب والالبان الغنية البروتين المتواجد في البيض الحليب اللبنة والجبن النشويات التي تزود دل الجسم بالطاقة مثل الخبز والحبوب كما يفضل التنويع في الخضروات والامتناع عن تقديم المخللات لاحتوائها على الملح واخيرا ينصح بان لا يقوم الطفل باي مجهود شق خلال ساعات الصوم مع الانتباه الدائم الى حالته العامة ونتمنى لكم صوما مقبولا وصحة وعافية وشكرا لكم علي المشاهدة ولكن لا تنسى وعمل لأيك للفيديو ومشاركة الفيديو في جميع وسائل التواصل والاشتراك بالقناة وتفعيل ذر الجرس حتى يصلكم كل جديد ومشاهدة الفيديوهات الاخرى بالقناة هدفنا نشر العلم النافع للجميع والدال علي الخير كفاعله مع تحيات تليفزيون الصنة وتحيات الدكتور عاطف احمد اشتركوا في القناة